بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامكم سعيدة وكل عام فأنتم بخير عاده الله عليكم بالصحة والعافية نستكمل محاضراتنا حول مادة الكونكريت تكنولوجي جزء الثاني وبخصوص الاسبيشال كونكريت أو الخرسانة الخاصة بالمحاضرات السابقة أخذنا مجموعة من أنواع الخرسانة الخاصة اللي هي أخذنا الـ Lightweight Concrete وقلنا الـ Lightweight Concrete تعتمد إما على الـ Lightweight Aggregate على الركام الخفيف أو الـ Irritated Concrete أو هي الخرسانة اللي تحتوي على الفقاعات الهواء والنوع الثالث من الـ Lightweight Concrete هو نوع Fine Concrete اللي هي الخرسانة اللي ما تحتوي على الركام الناعم أو الساند كذلك أخذنا نوع آخر من الـ Special Concrete اللي هو High Density Concrete الخرسانة عالية الكثافة اليوم رح ناخذ نوع جديد اللي هو الـ Mass Concrete أو الخرسانة الكتلية طبعاً من اسمها الخرسانة الكتلية هي نوع الخرسانة اللي تكون بشكل كتلة كبيرة خلي نشوف تعريفها يقول Mass Concrete is defined by ACI 207 اللي هو الـ ACI Code 207 يعرفها بـ Any Volume of Concrete in which combination of dimension of the member being cast يعني يقول أي خرسانة ما حجمها مركبة من أجزاء الـ Structure هي تعتبر خرسانة كتلية The boundary condition تحددها طبعاً The boundary condition الظروف الجوية أو المحيطة بها The characteristics of concrete mixture عوامل الخبط أو بالإضافة إلى Ambient condition درجة الحرارة أو درجة الجو Can be هذي شو يسبب Can lead to Undezerable thermal stresses هذه The boundary condition والعوامل والطرق الخبط ستأثر على إجهادات حرارية هذي سبب Cracking Deleteries اللي هي أضرار Chemical Reaction يعني مؤثرات الكيميائية And Reduction هذي سبب Reduction in long-term strength سبب يعني كفاءة الخرسانة لطويلة الأمد الخرسانة مقامة الخرسانة لطويلة الأمد هذي بسبب قلنا درجات الحرارة Mass concrete include no only low cementitious content يعني يقول الخرسانة الكتلية ليست فقط هي التي تحتوي على كمية قليلة من السمنت من السمنت وتستخدم هذي قلنا اللي تستخدم الدمت الدمت هو السدود and other massive structure أو أي منشئ كتلي لكن احنا شنريد نحسن من High cementitious concrete يعني احنا نسيطر على كميته ونحسن نوعية السمنت المستخدم بالمنشئ Mass concrete placement requires special consideration يقول احنا يعني وضع الخرسانة الكتلية يحتاج لها بعض الاعتبارات الخاصة اللي هي شي تسبب يعني تسبب يعني السيطرة على الخرسانة وكيفية وضحها نسيطر على درجة حرارة الإماهة اللي هو heat of hydration طبعا الheat hydration كل مهمة اللي هي تسبب ارتفاع درجة الحرارة وتسبب thermal stresses بسبب اختلاف درجة الحرارة بين داخل الconcrete والسطح الخارجي أو الهواء فرح يسبب الإجهادات وتسبب التشققات طبعا هذا الجزء هنا نشوفه الخرسانة الكتلية اللي هي مثلا دعامات للجسور العملاقة بالإضافة إلى الخرسانة المستخدمة بالسدود المائية نوع ثاني بالنسبة لل special concrete اللي هو الخرسانة الخرسانة اللي لا بها سلام السلام مالتها 0 يعني العملاقة قليلة جدا العملاقة قابلة تشغيل ستكون صلبة تقريبا الخرسانة الخرسانة سلام مالتها مالتها من مليمتر يقول هنا راح تكون قوامها جدا عالي بحيث السلام مالتها من 6 أو أقل من 6 مليمتر وضعها في الموقع The methods refer to the not necessary apply to mixature for concrete masonry unit for the compaction by spin technique يعني هنا يعتاج بمعنى تقنية خاصة لوضعها بالقالب يعني Many of the basic law governing the properties of higher slump concrete are applicable to slump concrete يعني هنا راح تحكمنا بعض القوانين اللي تفرق بالنسبة للخرسانة اللي كل اسلام مالتها عالي Measurement of the consistency of no slump concrete differed from the for higher اسلام مالتها سيختلف بالنسبة لل normal concrete الآن الكود الذي هو 211 يصنف no slump concrete شون نقيس يعني شون نقيس نقيس consistency ما لها نقيس ثلاث طرق الطريقة الأولى VB apparatus اللي هو vibrator الخاص The compacting factor test اللي هو عامل الانضغاط فحص عامل الانضغاط وكذلك The low drop table يعني فحص خاص يخص الخرسانة اللي هي العالية يعني القوان مالتها جدا عالية وكذلك In the absence of the above test equipment workability can be adequately judgment of trial مكسيش يعني إذا ما توفرت هذه الطرق الفحصة أو المتوفرة ما متوفرة بالموقع نقدر نسوي trial المكسيش يعني نسوي خلطات تجريبية إلى أن نحصل على المكسيش اللي احنا ريتل هنا طبعا نمطي أنواع مختلفة من السلامب أكو السلامب يعني العادي هو true slump zero slump اللي هو هذا اللي ما بها السلامب أو collapse السلامب اللي هو السلامب الانهيار يسموه أو sheer السلامب اللي هو هطول القص نوع آخر من ال Special Concrete اللي هو Roller Compacted Concrete اللي هي الconcrete اللي نستعمل مع رولة يعني رولر حادلات خاصة اللي وضعها بالموقع Roller Compacted Concrete اللي هو المزلي Roller Compacted Concrete RCC يعني كل شي قوية ما بها السلامب اقول نيرلي dry تكون قريبة من الخرسان الجافة أصلا نكون الماء من الخرسان الجافة من الخرسان الجافة سيكون قريبة من الخرسان الجافة المستخدم يعني السمنت المستخدم يتراوح بين 60 إلى 360 كيلوغرام للمتر المكعب هذا يعتمد على المنشئ مالتنا اللي يحتاج بحيث نستعمل السمنت أوكي مكسي 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 يعني نستخدم خباطة خاصة يعني بحيث مناسبة لل dry concrete الخرسان الجافة وين يحتاج هذا؟ يحتاجه طبعا هناك fall into two distinct category water control structure dump and pavement يستعمل بالأرضيات وبالسدود while the same term in the use of the desirable both type of concrete use are different حسب النوعيات المنشئ واختلاف المنشئ يقول نستعمل رولر compacted concrete can be used for entire dump يعني نستخدم بالنسبة لل داخل الست الجزء الداخلي بالنسبة للست أوكي اللي هنا يقول or on overtopping protection of the upper section on the downstream face يعني السطح الداخلي بالنسبة لل set The nominal maximum aggregate يعني نستخدم maximum aggregate من هذا النوع من الخارسان الخاصة بحدود 50 إلى 150 مليمتر الإسلام مالتك 0 بعد شنو المواصفات مالتك Compressive strength 10 إلى 40 ميجا باسكال ونستخدم typical مناسبة for roller compacted concrete dump project on most dump project the upstream face يعني بالنسبة لل set الخارسان التي تحتوي على السطح مالتك وتكون durable عالية وتكون غير نفاذة المستخدم من الأمثلة من الأمثلة مواد خليلة نستخدم مواد بصورة أسرع نستخدم تنهاء المنشة بصورة أسرع إذا استعملنا هنا يقول Earth و روء خاصة بالسدود نستخدم الطرق النهرية للطوارئ منافذ نهرية نستخدمها للطوارئ نستخدم هذا النوع من الخرسانة كذلك نستخدمها فيها السدود لإنشاء السدود هنا قايل هنا لحماية بعض المصارف نستعني بعض البانك بروتكشن لأن هذه راح تكون النفاذية ما التقالي قليلة بحيث أنه المصارف نحتاج مثلا نحمي المصارف من تسرب المياه داخل المصرف مثلا أو داخل القاصات حسب المكان اللي نستخدمه The procedure of construction of roller compacted concrete نستخدمها بايفمنت تحتاج تايتر كونترول than the afforded down construction يعني هنا نقول هنا راح تكون كلش سيطرة مالة تكون عالية بحيث نستخدمها للإنشاء السدود بالنسبة للـ cementitious content راح تكون يعني كمية السمنت المستخدمة بهذه النوع من الخلسانة يعني تتراوح بين 14360 ودرجته وبنسبة لمقاومة الانضغط 128-40 The nominal maximum aggregate size بالنسبة للـ maximum aggregate size يتراوح بحدود اللي هو 19 مليمتر وبحيث يقول specification يوجول لعادة الظروف اللي متاحة إلنا بحيث أنه آآ... سهولة نقلها بحيث إنه هذا نعمل الخرسانة آآ... يعني التحضير للخرسانة إلى نقلها وضع في الموقع يكون يحتاج تقريبا إلى 60 دقيقة تقريبا ساعة من بداية الخلط فيفضل أن يكون هذا داخل الموقع ونصبها طبعا تكون التحضيراتها داخل الموقع ونصبها بشكل طبقات 8 إلى 200 و 50 مليمتر وهنا طبعا نستخدم بها فارشات خاصة لفارشات الأسفلت اللي نحتاجها بالطرق نستخدمها في فرش هذا النوع من الخرسانة طبعا هنا صور هاي راوينا شون نستعملها طبعا هاي خرسانة مو أسفلت هنا خرسانة واللي هي رولر كومباكت كونكريت ونحدلها في هاي الحادلات اللي هي تكون رولر الستيل رولر أو الربر راح نضيف لها كمية قليلة من الماء على مدى نكمل الكورينغ مالته طبعا شكرا لإزغائكم أمنياتي للجميع بالتوفيق دام